المهدس ياسر عبدالله هاشم خبرة تزيد عن 25 عاماً في مجال الإدارة وتنمية المشروعات حاصل على بكالوريوس الهندسة قسم الاتصالات رئيس منصة ترافوليك أول محرك بحث للسياحة والصفر في مصر والشرق الأوسط رئيس شركة الهاشمية للمقاولات أهلاً بحضرتك أهلاً بي شغل علي شغل علي مهانس ياسر هاشم مبسوطين أن حضرتك منوارنا النهاردة سعيد يا فندي ونحن نكلم عن القطاع السياحي إحنا عارفين أنه أي حد بيحاول يكتشف ويلاقي حلول جديدة هو بيضيف كتير للمهنة والسياحة بشكل عام فبشكرك وبحييك أكيد شكراً يا فندي الأول عايز أقول حاجة للمشاهدين قبل مبدأ كلامي مع حضرتك أنه إحنا تعرفنا عن مهانس ياسر وعلى تجربة ترافالك عموماً من خلال إيميل وصلنا من حد من أعضاء فريق حضرتك مشكراً مزبوط مزبوط ولأننا طول الوقت بندور على الناس اللي بتشتغل تحديداً في مجال التكنولوجي في الفقرة دي تحديداً ده مستقبل كل المهن والوظايف فإحنا لفت نظرنا جداً إيميل اللي بعثته الأستاذة خلود هي موجودة معنا فإن عايزة أحييكي على الإنيشيتيف أو على المبادرة أنك أنت توصلي كمان خدمة إحنا عشايفين أنها مصرية خالصة فمبسوطين بدا أهلا بيكي أهلا بيكي أولاً أشكرك جداً ثانياً واحدة من الأسباب اللي خليتني أبعث لحضرتكم هي نوعية الأسئلة اللي بتتطرح خلال البرنامج شفت أن هي بتتطرح من حد فاهم أولاً أحد مدرك أبعاد الشيء اللي بيتكلم عنه على عكس البعض شفت شغف عن الحد يعني من حضرتك أولاً وأيثين كمان من فريق الأعداد نعم ده إحنا متشرفين بيكم أحييكم جداً لا وإحنا بنكرر التحية لكل فريق ترافال كل دول فريق بتحضرتك؟ أهل معظمهم طيب عايزيني نحييهم بس أهلا بيكي منوارين أنا عموماً يعني بحب الناس اللي بتبادر واللي بتبتدي وده كمان مش غريب لأن إحنا واضح أنه قصة الإنشاء المنصة في حد ذاتها هي مبادرة خليني أبتدي مع حضرتك وأقول لك أنها صعبة أه مش غاردة مخانش حد متوقع فعلاً يعني كان في البداية كلما أنتو متسيرش في مصر أنتو متشتغل من مصر مش غاردة كتير أنه هو يتعامل في مصر لأن إحنا إحنا تعاملاتنا كلها مع الشركات لما حضرتك طبعاً حضرتك عرفاهم بس مش هنقول أسماء بس الشركات في الطيران شركات عريقة وشركات كبيرة جداً وكل شركة بيوبى لها مواصفات في العميل اللي هي عايزة تتعامل معاً يعني فيه شركات آه كتير بتعرض لنفسها أو بتعرض شركات سياحة بتعرض معاً شركة أو شركتين تمام؟ وفي ريجين معاً إحنا هنا في مصر إحنا دلوقتي المنصة بتاعتنا إحنا دوري دواي يعني على مستوى العالم والحمد لله إحنا مميزين في أكثر في أسعارنا في أكثر الأسواق صعوبة وتمييزة يعني إحنا مميزين مثلاً أسعارنا في أمريكا اللي هي فيها أكبر عدد مسافرين في العالم بتوصل لـ 840 مليون يعني آه ده كمان يقول إنه مش حضرتك مش بتخدم بس السوق المصري أو العربي بس لا 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 إحنا بنتكلم إحنا بنتكلم على مستوى العالم طيب وعايزة حضرتك تبسطها كده للناس إيه الفرق لما حد هي منصة بحث برضو في النهاية أيوه فإيه الفرق بين إني أكتب على جوجل كده أقول أنا عايز تذكار التيران من إله ويطلع لي كل العروض وإيه الفرق إن أنا أستخدم المنصة بتاعت حضرتك إحنا بنشتغل على نقطة ضعف اللي بنلاقيها في حاجات معينة بنشتغل عليها بحس إن إحنا يطلع عندنا إحنا أرخص ف70% بيكون عندنا إحنا أرخص تمام؟ أنت واثق يا بشماند اسم التكلم ده؟ أه في أسواق معينة أه هنجرب أه هتجرب حضرتك ما ده شيء يشرفنا إن أنت تتجرب أيوه وبعدين أصلية دي زي ما يقول ما يتكذب الغطاز يعني حضرتك بتخش تجرب في ثانية بتظهر لك النتيجة مش محتاجة التيران الداخلي في أي حلول تخلي وتحديداً في مصر تخلي الإتاحة أكبر يعني إحنا متكلم عن السياحة في مصر بيبقى نفسنا قوي السياحة الداخلية تنتعيش وأعتقد إنه سكتها الأفضل هي التيران الداخلي إنه يبقى سعره التنفسية ما فيش أي حاجة طول ما في تنفسية دايماً هي اللي بتحاول إن هي تقدم سعرها أحسن ما فيش تنفسية كل ما بيدي فرصتها كل ما بيكون سعر الخدمة أعلى في إحنا بنتمنى طول ما في يبقى في تنفسية طول ما هتبقى الخدمة أرفص إن شاء الله متاع على مقدمي خدمة جداية يدخلوا السوق بس إحنا إحنا حبينا نوضح نقطة إن إحنا ما إحنا شركة يعني أصلي فيه ناس بتفهمنا غلط يعني فيه ناس بتسألنا أنا عايز أطلع فيزا فيه ناس بتيجي تقول أنا أنت سأتصل مثلا أنا عايزة تذكرة بيتصلوا وكنت هقول لحضرتك معندوش فكرة أو دراية إحنا بنعمل إيه بالزبط يعني فما خلينا نجاوبهم إحنا عايزين نعرف الخطر القادم على شركات السياحة وهل أنتوا بتقدموا نفس خدمة الشركة السياحة أو أنتوا أو المنصات اللي تشبهكم المنصات اللي بتقدم الخدمات السياحية ممكن تبقى خطر على مستقبل القطاع ده شركات السياحة ممكن تختفي بعد كم سنة لا لا هي مش ممكن تختفي الحاجة هي إحنا ممكن من ضمن الخطط بتاعتنا إن إحنا نحاول نقدم الخدمة دي لشركات السياحة اللي هي الأوفلاين مش الأونلاين هو لسه في حد أوفلاين آه طبعا فيه شركات سياحة كتير في مصر اللي بتاعتمشي خدمة أونلاين بتشتغل على الأوفلاين بتشتغل بالتعاون مع الناس التانية اللي بتاعتمها آه تمام إنما هو لما هيكل منصة هو كمان آه تمام هو بيكون متعاقد مثلا مع شركة اتنين تلاتة أيا كان وبيكون واخد منهم عروض كويسة وأسعار كويسة ده بتاع شركات السياحة عروض خاصة به مثلا ماشي وهو بيحاول إنه هو يسوى الحاجات دي بس أوفلاين فيحنا بنتكلم إنه إحنا عندنا دلوقتي الحمد للخبرة إنه إحنا ممكن نتعاون معهم إنه هم نخليها أونلاين وبعد ما هي كمان تبقى أونلاين تبقى من ضمن ممكن تبقى شركات السياحة اللي موجودة عندي على المنصة وهو في الآخر المنصة هي البلاتفورم أو المكان اللي بيعرض نعم إحنا عندنا شركات السياحة عملاق بس إيه من بره مصر لكن تحديدا عشان برضو نوضح الفرق إيه الفرق بين منصات تقديم الخدمات سواء تذاكر التعران حجز القطلات وبين الخدمة اللي بتقدمها شركة السياحة يعني أنا سمع حضرتك بتعمل الخدمة بنفسك حضرتك بتختاري حسب إمكانياتك وحسب طلباتك بتقدري تجيب الخدمة بتاعتك مفيش حد بتقدري تفضلي هي ميزة المنصة عندنا إيه أنا كفرد ما عنديش خبرة مثلا ممكن دا يديني سعر أقل دا يديني سعر أعلى دا يديني سعر طب أنا عايز أجمع الناس دي كلها عايز أجمع العروض كلها عندي في حتة واحد ماشي فبيحصل إيه بروح على منصة زي فهيبع عندي ساعتها هيبع مثلا أنا والله أنا عايز أسافر وعايز أروح الأوتيل هيلاقي كل خدمته عندي ماشي عايز أروح والله الأوتيل في كذا ممكن يلاقي باكتج كاملة ما هو دا أنا بسأله لحضرتك بشمازبس حضرتك أن بتهرب من الإجابة اللي هو لازم تقولي بتفضل هل في خطر على شركات السياحة؟ يعني إحنا شايفين أنه في خطر يخص أولا أنه انت عاش السياحة وركودها وثانيا منافسة المنصات يعني حضرتك مش شايفة أنه دا خطر؟ المنافسة في تقديم الخدمة والسعر المناسب هو دا دايما اللي بينجح أي شركة يعني شركة السياحة مين قال إن هي فيها خطر؟ هي بالعكس دا هي لما هتبقى على المنصة دا هيكون العائد بتاعها أكتر بكتير إنه هو بدلا ما بيخدم مثلا هو بيخش له كم بيتعامل مع كم عميل أو كم راكب أو كم مسافر أنا كده فهم قصدك إنه هو لو قدر يتعاون مع الانلاين العدد اللي بيتعامل معه وله الجد الانلاين مفتوح على مستوى العالم أي خدمة دلوقتي بقت بتتقدم على الانلاين بتوبة كم الإتاحة اللي فيها للعالم كبير جدا مستوى الخدمة سعر الخدمة هو دا اللي هيخليني بدل ما كنت بتعامل مع مئة عميل لا هتعامل مع ألف مع عشر تلاف مع مئة ألف عميل فمين قال إنه هو هيأثر بالعكس إذن التصالح مع التكنولوجيا هو اللي يضمن لي البقاء دا أكيد في العالم دا دا هو دا الأساس دلوقتي واللي ماشي بيه واللي الدولة أساسا بتشجعه يعني هي الدولة بتدعمه بكل قوة وإنتوا كمان بتدعموه بدليلنا حضرتك مجرد ما أنت بتشوف حاجة جديدة وبتعمل عليها سبوتلايت وبتركز عليها وبتجيبيها وبتعرضيها للناس ما هو دا ما هو دا إيه ما هيدي من الجهود اللي المفروض بيقدمها الإعلام وبتقدمها الدولة عشان تشجع التوجه الرقمي إننا نكون شركاء في المستقبل يعني أنا بحس إنه إننا نكون جزء من المستقبل ما فيش حل ولا طريقة تانية غيرنا نتصالح مع العالم دا هو دا الأساس بقانونه الجديد التعاون في مصر هنا من دا الحاجات المشجعين إننا نحن منوباش خارج مصر منوبة جوا مصر إنت مثلا حضرتك الحاجات دي يعني إيه ما نيج نتكلم مع حد في إن إحنا بنقبر السيط وبتعابلوا إنت لو جيتوا مثلا سيليكون فالي هيوبة عندك فرص عندك فرص هايلة وتمويل هايل وبكل سهولة تمام؟ أو أوروبا أو أو إحنا طول ما إحنا قادرين إن إحنا نقوم في مصر ونقدم الخدمة من مصر ونقدم الخدمة ونشتغل بيوبة حاجة بتبسطنا لما حد يقول لنا هوا أنتم من مصر بنوبة سعداء جدا طبا لما بنتلع أي مؤتمر أو معرض خارجي والناس يقول لنا مبسوطين الناس بتبقى مبسوطة إن أنت عامل الشغل دا في مصر وتعمل مصر وفي عندك في مصر الكوادر اللي قدرت أنها تقوم بالمهمة دي إحنا متأكدين من دا وده واحد من الأسباب اللي بتخلينا نستمر في الدعم أي تجربة بالقيمة دي موجودة في مصر وأي مهارات زي الشباب المحترم اللي حضرتك بتقود فريقه إحنا مشكورة نعم أم كلهم ولادنا وكلهم إخواتنا وإحنا بنتعامل بالمنطق دوا وإن شاء الله إحنا بنأمل إن الفريق يزيد حجمه لإحنا لازم هنضطر نزوده عندنا مفروض هننزل بحوالي 34 لغة تمام عندنا 190 عملة يمكن للدفع بيهم يدفع بيهم فعندنا طبعا التفاصيل التقنية كبيرة اللي إحنا هنضفها دي كلها محتاجة إن إحنا هنزود فيها ناس كتير قويين إن إحنا المنفسين بتوعنا عدد العمالة اللي فيهم كبير يعني يعني نفسين بتوعنا ممكن تدعى عدد العمالة بيصل لـ 800 و 900 فرد وعند حدثة قدية لا إحنا غدى الوقت 25 ماشي نحن على آخر السنات إن شاء الله بنأمل إن إحنا مع السكشن الجديد اللي هتضاف واللغات اللي هتضاف إن إحنا نوصل بش أقل من 100 ومع السنة اللي جاية إن شاء الله برضو العدد هيتضاعف إن إحنا حطين أمال كبير وحطين خطط كبيرة إن شاء الله إن إحنا بأمر اللي هنطور ونبجزء من المنظومة في مصر اللي نقدر نخدم بيها مصر ونكون براند يسوى عالمي براند عالمي يسوى لمصر كمان أشكرك شكراً جزيلاً شكراً لمنصة ترافالي تنورتونا ومرسي بشماسي شكراً شكراً للمجهودات إحنا هنفضل قدينا في قدينا كل اللي بيحاول ولي بيطور اللي بيغير وكل اللي بيعمل شكراً لعلي شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة